منذ أن أصدرت الأكوس قراراتها مؤخرا يرى الماليون أن تعليق عضوية مالي هو قرار شكلي لا تنطوي عليه تأثيرات كبيرة على مستوى الداخل المالي وأن عفونا الأكوس أرادت حفظ ماء الوجه حينما وضعها الإقلابيون أمام الأمر الواقع وتعرف الأكوس أن مالي ليست مستعدة وغير قادرة على فرض عقوبات اقتصادية كإغلاق الحدود على سبيل المثال وهي الدولة التي لا تمتلك أي موانئ وكل ما يأتيها يأتيها من دول الجوار هي تعتمد كليا في الاستراد على دول الجوار عبر البر لذلك مالي رغم الظروف التي تعيشها عدم الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي الهش بالإضافة إلى الوضع الأمني المتردي والتوصيف هنا للماليين أنفسهم يرون أن الأكوس تفهمت كل هذه الظروف ولم تستطع أن تفرض عقوبات على مالي لأن أي فرض عقوبات على مالي يعني مزيدا من التوتر ولذلك إفريقيا كلها ليست مستعدة على الأقل دول الجوار ليست مستعدة لأن تدفع فاتورة فرض عقوبات على مالي وبالتالي سيؤدي فرض العقوبات ذات التأثير إلى تضاعف المشهد وربما توسع الجماعات المسلحة وتردي الوضع الاقتصادي وفي هذين النقطتين ترابطين واضحين هذا الإجراء أي تعليق العضوية هو إجراء شكلي لحفظ ماء الوجه إفريقيا لدى قامت به الأكوس داخليا هنا على المستوى المشهد لم تصدر أي تعليقات على قرارات الأكوس ولا على القرارات السابقة للإتحاد الأفريقي ما بدأ هو حالة ارتياح كبيرة لما صدر عن مجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وبعد حالة ترقب كبرى لتلك القرارات وما إذا كانت سيتم تطبيق عقوبات سابقا لكن هذه القرارات هي مثلة ارتياح لدى الشارع المالي لحد الآن المشهد يبدو على المستوى السياسي أن الحركات السياسية في مالي تحاول استعراض عضلاتها وتأثيرها وقوتها الشعبية من أجل المشاركة بقوة أو من أجل الحصول على حظوظ كبرى في التشكيلة الحكومية المرتقبة التي يتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة حركة 5 يونيو قد أعلنت أنها ستنظم تظاهرة في باماكو بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها ويرى الماليون أن هذه التظاهرة هي أيضا تأتي في إطار استعراض العضلات والشعبية وكأن هذه الحركة تريد أن تقول أنها هي الأحق بقيادة التشكيل الوزاري بما أن رئيس الوزراء المعين هو واحد منها تشوكيل كوكيغا وهو كان يرأس اللجنة الاستراتيجية في حركة 5 يونيو حركة أخرى كانت قد انفصلت عن هذه الحركة سابقا ستنظم هي أيضا تظاهرة يوم الخميس المقبل الإمام ديكو رجل الدين صاحب التأثير القوي هنا في مالي يبدو أنه أعلن أن الخلافات بعض الخلافات كانت بينه وحركة 5 يونيو أعلن عن انتهاء هذه الخلافات ودعى للمشاركة بكذافة في التظاهرة التي سيتم تظيمها الجمعة المقبل وبالمحصلة وبالمشمل يرى المراقبون الماليون أن هذه الاستعراضات هي من أجل الحصول أو المشاركة بشكل أكبر في المرحلة هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها مالي أيضا هناك تأكيد أن كل هذه الحركات هي داعمة للمجلس العسكري الانتقالي في هذه المرحلة كلها داعمة للعقيد عاصمي كويتا ويبدو أن هناك سباقا محموما من أجل المشاركة بشكل أكبر في تشكيل الوزاري بما يطمن أكبر كم المصالح لكل تيار سياسي يجد نفسه في هذه المرحلة مطلوبا منه أن يثبت وجوده لكي يضمن مصالح مجموعاته التي تتبع له فيما يبدو أن هناك هذه جبهات سياسية حركة خمسة يونيو من الجهة حركات أخرى كانت قد فصلت عنها سابقا الأحزاب السياسية قادة المجتمع المدني اتحاد النقابات العمالية كل هذه التشكيلات تسعى للمشاركة بقوة في هذه المرحلة الاتقالية حمد ناجي موفد الغد من بماركو شكرا جزيلا لك